ذا وحذر العبادي من الإنجرار وراء الخلافات والمغانم والمكاسب الفئوية والشخصية والخاصة دعين في الوقت نفسه الكتلة السياسية إلى موقف موحد ومسؤول لعدم السماح بالتلاعب بأصوات المواطنين إضافة إلى أن يكون البرنامج الحكومي المقبل يضم أسسا قوية ودائمة للتعايش السلمي والسلم الأهلي الحسارة تكمن في الانجرار وراء الخلافات والمغانم والمكاسب الفئوية والشخصية والخاصة إن الواجب يدعونا إلى موقف موحد ومسؤول وحازم لحماية العملية الديمقراطية والسياسية وضمان سيرهما بشكل سليم وحفظ الأمانة وعدم القبول بالتزوير وعدم السماح بالتلاعب بأصوات المواطنين وخياراتهم الحرة ومنع الخروج على القانون لتحقيق أهداف غير مشروعة ويجب أن نكون متفقين على ذلك بشكل لا يقبل الشك